أهلا بكم بين وثيرة تصاعد العنف وخطوات المجتمع الدولي في البحث عن الحل الموعود اختلاف شاسع فرغم تعدد المبادرات إلا أن الفشل مصيرها المشترك أولى مبادرة الحل كانت في منتصف يوليو من العام الماضي حينها احتضنت جنيف السويسرية أولى جولات التفاوض بين الحكومة والميليشيا فشلت هذه الجولة تماما واستؤنفت جولة ثانية بعد شهرين احتضرتها مدينة بيال السويسرية كلا الجولتين لم تفضيان إلى أي اتفاق واستدمت بتعنت وتصلب مواقف الميليشيا ليستمر بعد ذلك جهود الوسطاء في البحث عن جولة ثالثة كانت الكويت محطتها وتحديدا في الحادي والعشرين من إبريل مرت هذه الجولة بمرحلتين استمرت لأكثر من تسعين يوما لكنها انتهت إلى الفشل أيضا وبعد كل فشل تلجأ الأمم المتحدة لطرح مبادرات حل إضافية كانت جميعها تقابل بالتعنت حيث قدمت ثلاث مبادرات تضمنت خارطات طرق للحل كانت الأولى في الثاني والعشرين من يونيو واقترحها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد تضمنت هذه الخطة إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار إثنين وعشرين ستة عشر وتشكيل حكومة وحدة وطنية عند ذلك أبلغ ولد الشيخ المجتمع الدولي أن هناك توافقا حول الخطة لكن الوفد الحكومي الذي يتمسك بإنهاء مظاهر الإنقلاب نفى وجود أي توافقات حولها وبعد شهر طرحت خارطة طريق ثانية للحل وتحديدا في ختام الجولة الثانية من مشاورات الكويت حيث تقدم ولد الشيخ برؤية جديدة اقتصرت على حل الملف الأمني والعسكري مع إسقاط الملف السياسي وترحيله إلى جولة مشاورات قادمة وهو ما رفضه وفد الميليشيا فيما وافق وفد الحكومة وغادر الكويت رغم ذلك لم تتوقف جهود الوسطاء والدول الرعاة حتى أعلنت واشنطن على لسان وزير خارجيتها جون كيري عن قطة جديدة للحل وتمت الموافقة عليها من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وبريطانيا تضمنت هذه القطة خمس نقاط تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها مختلف الأحزاب وانسحاب المسلحين من العاصمة صنعاء وجميع المدن والمناطق وكذا نقل جميع الأسلحة الثقيلة بما في ذلك الصواريخ الباليسية من الحوتيين والقوات المتحالفة معهم إلى طرف ثالث لم تفصحا بالإضافة إلى الامتناع عن تهديد دول الجوار والممرات المائية الدولية وحضر نشر الأسلحة في الأراضي اليمنية وعلى الممرات البحرية الدولية وحدود دول الجوار مبدئيا وافقت الحكومة على الخطة أما ميليشيا الحوثي والمخلوع فلم تعلق بشكل رسمي لكنها أكدت رفض تسليم الأسلحة الثقيلة وعلى رأسها الصواريخ الباليسية والتي اعتبرها جون كيري بأنها تهديدا لأمن السعودية والمنطقة وأيضا الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر